أحيط الرعية الأرمانية في الأردن الذكرى السادسة بعد الماء لمذابح الإبادة العرقية التي نفذتها الدولة العثمانية بحق مئات الألاف من الأرمن في مدنهم وقراهم التي كانوا يعيشون فيها حيث أقيم في كنيسة الأرمن الأرثوذكس في منطقة الأشرفية بعمان قداس إلهي ترأسه قدس الأرشمندريت إفاديس إبريجيان راعي الكنيسة والذي أكد في عظته أن ما تعرض له الشعب الأرماني في أوطانهم ليس مذبحة فحسب بل إبادة جماعية عنصرية لأن الغاية من تلك الجريمة اللا إنسانية التي ارتكبها الجيش العثماني بحق الأبرياء العزل كانت القضاء على هذا الشعب برمته ومحوى تاريخه وإرثه القومي والثقافي مشددا في كلمته على عدم نسيان تلك الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان وبعد القداس توجه الحضور إلى باحة الكنيسة لإضاءة الشموع أمام نصب يخلد المذبحة وأشهد المشاركون في القداس بالرعاية الكريمة التي يوليها لهم الأردن والقيادة الهاشمية والتي ساهمت بمسح أحزانهم والتخفيف من معاناة بعدهم عن الأوطان نقف هنا اليوم لنحيي الذكرى السادسة بعد المئة لمذابح الإبادة العرقية التي خططت لها ونفذتها الدولة العثمانية بحق مواطنيها من الأرمن بدءا من العام 1915 والتي أدت إلى إبادة ما يقارب المليون ونصف المليون من الأرمن وتشريد من تبقى منهم على قيد الحياة إلى مناطق بعيدة عن موطنهم الأصلي وتفريغ كامل المناطق من العنصر الأرمني تلك المذابح التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا على أيدي الورثة من الطورانيين الجدد المتأنقين ببدلات أوروبية ثمينة وتفوح من أجسادهم رائحة الدمير الكافيار نشكر قناة نورسات على تغطيتها هذا الحفل كعادتهم دائما هم السباقون إلى مشاركتنا بكافة المناسبات الفرحة والحزينة ونخص بالشكر الدكتورة باسم السمعان ونتمنى إلى قناة نورسات دوام التقدم والازدهار لتكون نافذة المكون المسيحي في الأردن إلى العالم